أربعة أعوام من الضوء في النفق المظلم تلك هي قصة قناة بلقيس صوت اليمنيين وروح الثورة والتغيير والانحياز للإنسان ثوابت ميزت هذا المشروع الإعلامي الطموح الذي حمل بلقيس إلى صدارة القنوات اليمنية خلال فترة وجيزة ومكنها من حيازة موقع القناة الإخبارية الأولى في البلاد دوراً ومهنيةً ورسالة قصة بلقيس نسجت في خضم ربيع اليمن وثورة الحادي عشر من فبراير 2011 فيما جاءت انطلاقتها في مثل هذا الشهر من عام 2015 رداً على الثورة المضادة التي نالت من ثورة فبراير قبل ذلك بثمانية أشهر فكانت بلقيس الوعد الذي قطعه أبرز قادة فبراير على أنفسهم لمواصلة النضال هذه المرة عبر معركة الوعي وعبر منبر بحجم قناة بلقيس طيلة الأعوام الأربع الماضية خاضت القناة بسلاح المهنية والعمل الاحترافي معركتها الناجحة بكل المقايس وحازت مكانتها المستحقة رغم الموجة غير المسبوقة من الاستقطابات متعددة الأبعاد التي أثرت بعمق في البيئة الإعلامية والسياسية ووجهت خيارات المشاهد وانحيازاته الشخصية نحو المشاريع السياسية المتصارعة والمنابر الإعلامية لهذه المشاريع سألت قناة بلقيس إضافة نوعية لقائمة القنوات المحلية ذلك ما يعود لما تقدمه القناة من برامج متميزة وفريدة من ناحية الإعداد والقالب الفني استعادة الدولة اليمنية الاتحادية متعددة الأقاليم من براثن الإنقلاب والثورة المبادة هو الأولوية الوطنية التي حضرت وتحضر دون مواربة في مضمون رسالة بلقيس وتوحد جهود طاقمها متعدد الاتجاهات السياسية والذي التقى حول هدف نبيل كهذا ليصيغ بروح جماعية الرسالة الإعلامية المتماسكة لبلقيس في اليمن حيث المعارك تخاض بأهداف متناقضة يجري رسم حدود النفوذ الميداني للقنوات الإعلامية اليمنية والإقليمية وحتى الدولية وكان لافتاً أنه منذ بذء الحرب تقلصت مساحة الحركة الحرة لقناة بلقيس مع كل خطوة يترسخ معها على الأرض النفوذ العسكري والسياسي لتحالف أبوظبي الرياض والقوى المرتبطة به في البلاد لكن التضييق الممنهج على بلقيس لم يكن كافياً للحد من حضورها الميداني وانتشارها الكبير ومن التنامي المضطرد في نسبة المشاهدة التي تحظى بها القناة بعد أن أصبحت الوجهة المثالية للمشاهد الباحث عن الحقيقة مجردة من الانحيازات العمياء للمشاريع السياسية التي تزداد غموضاً وخطورة على حاضر ومستقبل اليمن قناة بلقيس تطفئ شمعتها الرابعة عن مشروع متكامل من المنابر النوعية فضائية بلقيس الإخبارية وإذاعة بلقيس وبلقيس رايتس والموقع الإخبارية الشامل على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها الملايين ورسالتها أن تبقى منبراً يصدح باسم اليمنيين كل اليمنيين